ازايكو يا جماعة معاكو الباشواندسة شهيناز ومكملين مع بعض في حل الضم بتاعة متحاني CCNA 2125 تعالوا نشوف مجموعة الاسئلة دي بيقولك فهنلاقي ان ها دي اللي هو هياخد الاي بي الواحده بيقولك يعني هو عايز يعرف حالة الانترفيس لوباك زيرو وعايز يعرف ان كان الفاست سويتشين انيبلد ولا لا فهو طبعا شو IP انترفيس لوباك زيرو اللي هو هيوريك كل تفاصيل الانترفيس فيه كمان بيقول الحاجات المطلوب عشان تبقى عندك HSRP جروب فتلاقي هو واي اكتف روتر بس واي اكتف روتر واحد اكتف واحد استاندباي بينفعش اكتر من كده بيقول طبعا ده سهل خالص بيقول هنكريات فيلان عشرين وبعدا هندخل على انترفيس جيجا اكس على واي ونقولها سويتش بورت اكسس فيلان عشرين بعد كده بيقول فبيقول هنعملي عشان نعمل البوت اميج فهندخل نقوله من الملف معين او بوت سيستم TFTP من ملف معين او بوت سيستم روم من ملف معين ده كل الاماكن اللي انا ممكن اعمل فيها بوت لامج معينة من الروتر بتاعي بيقول which two statements about IPv6 and routing protocols are true ايه لي من دول صح عن الIPv6 والrouting protocols هنلاقي OSPF version 3 was developed to support IPv6 routing بيقول يعني ان OSPF version 3 دي الفرجن الموجودة عشان الIPv6 وبيقول ممكن استخدمها عشان يبقى عندي يعني لو انا عندي اتنين روت سويتش والاتنين حصل عندهم خسارة جمدة جدا والاتنين كانت الpriority بتاعتهم 16 384 which tertiary switch can take over فبيقول مين السويتش اللي هي take over بعديهم فهيبقى اللي هو 20 480 بيقول كمان which two statements about late collisions are true ايه من دول عن late collisions true فبيقول لي they may indicate a duplex mismatch ممكن يبقى في عندي ناحية مثلا وناحية full duplex by definition they occur after the 512 bit of the frame has been transmitted ما بيحصلوش غير بعد ما يكون عد 512 bit من الفريم طبعا دي حاجات بتبقى واضحة ومحفوظة بيقول لي which command can you enter to set the default route for all traffic to an interface تعمل ايه عشان تعمل default route طبعا بقول له IP route كله صفار في الناتورك كله صفار في الماسك وبقول له جيجابيت ايسر نديره على واحد طبعا بيت الاوامر غلط خالص بيقول لي which two spanning three port states does RSTP combine to allow faster convergence من دول ال RSTP بيشتغل بيهم علشان يبقى عندي faster convergence فالblocking والlistening هو يعتبر ايه بيجمعهم في بعض في حاجة واحدة بيقول ايه كمان if a router has four interfaces and each interface is connected to four switches لو روتر عنده أربعة بورت وبعدين كل بورت يبقى دلوقتي بيقول لو روتر عنده four interfaces وكل انترفيس وصلها أربع سويتشات how many broadcast domains are present on the router فطبعا انا بيهمني جغل عدد البروتات بتاعت الراوتر اللي وصلة اللي هي أربع بيقول which command enables ipv6 forwarding on a Cisco router ايه من الأوامر اللي شغل ال ipv6 فهي ipv6 unicast routing بيقول refer to the exhibit what is the most appropriate summarization for these routes هنعمل حزبة summarization بتاعتنا ان شاء الله هعملكوا فيديو عن summarization وهنطلع في النهاية ان السمري أدرس بتاعي اللي هو 10-000-mask-22 في عندنا which set of commands is recommended to prevent the use of a hub in the access layer ايه من الحاجات دي مهمة عشان ما استخدمش hub فبيقول لي switch port mode access وبعتني switch port security maximum one اللي هو هنا يقصد انه مش عايزك توصل hub أو switch أو حاجة تقدر توصل لها users كتير فانت هتحدد هنا انك عايز one user بس بيقول بيقول كده في ناتورك معينة في لها تلاتة route يعني ده واحد ده تعلمه من ال-e-i-g-r-p وده المترك بتاعه وواحد تاني من ال-o-s-p-f والمترك بتاعه 782 والمترك بتاعه 4 فبيقول لي مين في دول اللي الراوتر هيفضلوا فهو ال-e-i-g-r-p بغض النظر عن المترك بتاعه بس عشان ال-admin distance بتاعته بتسعين بيقول لي بيقول لي الاتنين اللي هما عندنا دول زي ما هو واضح كده بيقول لي مش عارفين كلمة بعض بيقول اتلانتا هو ده بتاعه سليم فهنبص كده هنلاقي في عندي هنبص كده في الانكابسوليشن هنلاقي ان اتلانتا شغال ونلاقي ان شغال فيبقى في الحالة دي الانكابسوليشن بتاعي مش سليم عايز يعمل سيريال لينك بين المكتب الرئيسي وريموت لوكيشن حتة بعيدة يعمل ايه علشان يقدر يوصلهم ببعض كل الكلام ده هو يقصد به ان انت هتشتغل تريبل بي مش هتشتغل اتش ديال سي او اي بروتوكول تاني علشان انت تبقى لازم شغال ستاندرد لان في راوتر مش سيسكو في الكنكشن فانت هتدخل على الانترفيس السيريال بتاعتك عادي وتديها اي بي ادرس عادي وبعدين تقول لها انكابسوليشن تريبل بي مين من دول عنده سينكروناس واسينكروناس وكمان بيعمل لك سيكوريتي بميكانيزم او طرق سيكوريتي فطبعا التريبل بي هو اللي في الحكاية دي بالمنظر القدامنا ده البورتات بتاعت السويتش لا بيبقوا اورنج ولا بيبقوا جرين what would be the most effective steps to troubleshoot this physical layer problem هنعمل ايه لشان نشوف ايه المشكلة فالحل بتاعي هينشور that cables a and b are straight through cables اتأكد ان الكابلات بتاعتي سليمة وينشور that switch has power اتأكد اصلا ان السويتش شغال وريسيت all cables يعني فوق الكابلات او تتأكد ان الكابلات وركبها او تتأكد ان الكابلات وصلة كويس a network administrator is troubleshooting the ospf configurations of routers r1 و r2 the routers cannot establish an adjacency relationship on their common ethernet link مش عارفين يبقوا neighbors the graphic shows the output of the show ip ospf interface ethernet zero command for routers r1 or r2 based on the information in the graphic what is the cause of this problem الاثنين دول مش شايفين بعض وهم وصلين عن طريق الانترفيس اي zero والمفروض هنا فبيقول هنا ان ال routers مش عارفين يبقوا neighbors the graphic shows the output of the show ip ospf interface ethernet zero هما الاثنين connected عن طريق انترفيس ethernet zero فهو عمل على الاثنين انترفيس في ال routers show ip ospf interface zero based on the information in the graphic what is the cause of this problem ليه مش عارفين يبقوا neighbors فالحل هنا هو ان ال hello dead timers are not configured properly لانك لو بصيت فعلا هتلاقي عند روتر 1 الهالو خمسة والدد عشرين وعند روتر 2 الهالو عشرة والدد أربعين وحنا عارفين ان من شروط ال neighbor relationship في ال ospf ان هو لازم ال timers يبقوا اتباط بيقول what will happen if a private ip address is assigned to a public interface connected to an isp لو في انترفيس رايح على isp وخدت private ip address فبيقول لل addresses in a private range will not be routed on the internet backbone بيقول ان هو مش يعرف اصلا يوصل للانترنت بيقول refer to the exhibit the big time router is unable to authenticate to the little time router عندي روترين واحد اسمه big time واحد اسمه little time وبيقول ان هما مش عارفين يعملوا authentication بينهم وبين بعض فلو بصينا كويس هنلاقي ان the password do not match on the two routers لو بصينا هنلاقي ان الباسورد في الاولاني اسمها little one two three والتاني اسمها big one two three مع ان المفروض الباسورد على اثنين لازم تبقى نفس الحاجة what will result in the following configuration commands are implemented on a Cisco switch ايه اللي هيحصل لو الكلام ده كتب على Cisco switch كتبت switch report port security وبعدين كتبت switch report port security mac address sticky فطبعا هنا هيبقى الحل البتاعي ان اضاي ناميكالي learned mac address is saved in the running configuration file هيبقى كده في mac address او الماك ادرس هتعلمه هو ده اللي هيتسايف في running configuration كتب الكلام ده الانترفيز 0 على 1 اللي هي رايحة على PCA كتب switch report port security switch report security mac address sticky وبعدين كتب switch report port security maximum 1 the ethernet frame that is shown arrives on the interface fast ethernet 0 على 1 what two functions will occur when this frame is received بيقول بقى ايه انتركبت جهاز والصورس ابتاعه بالمنظر ده فإلا هيحصل فالحل هيكون اولا only host A will be allowed host A بس هو لايتسمح له يدخل لانك عامل الماكسيمم 1 all frames arriving on switch with a destination of the kalamda will be forwarded out fast ethernet 0 على 1 اللي هو بمعنى صح ان الport هيتعلم المك ادرس بتاع fast ethernet 0 على 1 بيقول which command can you re-enter to re-enable Cisco discovery protocol on local router after it has been disabled تعملي عشان تعمل enable للcdp فبتقوم ايه له cdp run على global contact بعد كده اسسك راوتر is booting and has just completed the post process لسه انخلص البوست it is now ready to find and load an ios image what function does the router perform next هيعملي بعد كده عشان يعمل loading للios it checks the configuration register لان ده اللي هيقول له على التعليمات اللي جاية بعد كده what are three advantages of vlans تلات حاجات يعتبروا ميزة في ال vlans قالك اول حاجة they establish broadcast domains in switched networks بيخلي عندي broadcast domains مختلفة مع اني ما عنديش رواتر they allow access to network services based on department not physical location يعني انا ممكن موضوع بيبقى flexible احط كل شوية ناس في قسم واحد يبقوا في شبكة واحدة بغض النظر عن اماكنهم في الشركة they can simplify adding moving or changing hosts on the network الموضوع بيبقى بسيط في ان انا اشيل او او اضيف او انقل ال users جوه الشبكة من مكان لمكان بيقول لي refer to the exhibit الرسمة اللي قدامنا دي the output that is shown is generated at the switch which three of these statements are true اللي من الكلام ده صح بناء على الخارج اللي قدامنا ده هنلاقي اول حاجة all ports will be in a state of discarding learning or forwarding ففعلا ده مضبوط لان انت مشغل RSTP من ثالث ساطرة هو بيقول if the bridge priority is lower than the default value for spanning tree لو بصرنا فعلا هنلاقي الpriority 24000 وشوية وهي في الحقيقة بتبقى 32000 وشوية وبعدين all designated ports are in forwarding state ففعلا لو بصرنا لل designated هنلاقي طبيعا انه هيبقى forwarding من الجدول الاخراني خلف which two comments can be used to verify a trunk link configuration status on a given Cisco switch بيقول مين من دول اقدر اعرف بل interface trunk ففي شو interfaces trunk وفي شو interfaces switch port الاثنين دول بيوروني trunk port which two states are the port states when RSTP has converged الحاجات الموجودة فايبقى في عندك discarding وال forwarding refer to the exhibit a technician has installed switch B and needs to configure it for remote access عايز يخلي switch B الناس تعرف تعمل علي remote access وكمان يكون من بعيد from management workstation connected to switch A which set of commands is required to accomplish this task فهنلاقي اول حاجة ان انا بعمله default gateway اللي هو روتر بتاعه وبعدين interface VLAN 1 وبعدين بقول له IP address وبديره IP من الشبكة اللي هو فيها وبعمل لها no shutdown which of the following are benefits of VLANs برضو مزايا VLANs فبيقول لي they allow logical grouping of users برضو قلناها قبل كده they can enhance network security ممكن اعمل بهم security لان انا بعد التأسيم اقدر امنع الشبكات عن بعض they'd increase the number of broadcast domains while decreasing the size of the broadcast domain what are three benefits of implementing VLANs ملاحظين السؤال ده بيتكرر كتير او يبقى في الاخر يعني يكون واصق ان هو هيجي لك كتير او higher level of network security برضو a more efficient use of bandwidths broadcast storms can be mitigated تقللها by increasing the number of broadcast domains بيزود عدد البroadcast domains which three statements accurately describe layer 2 ethernet switches مين من دول بيشرح layer 2 ethernet switches فبيقول micro segmentation decreases the number of collisions on the network اننا عانز عدد collisions اقل التصادمات in a properly functioning network with redundant switched paths each switched segment will contain one root bridge with all its ports in the following state all other switches in the broadcast domain will have only one report هو هنا كتب بيقولي على بيشرح لعملية الا STP وبعدين establishing VLANs increases the number of broadcast domains وكمان لو عملت VLANs يبقى هيبقى عندك broadcast domains اكتر which two correctly describe steps in the OSI data encapsulation process فهنا إذا transport layer divides a data stream into segments فعلا transport layer بتقطع data segments and may add reliability free reliability or free flow control information all packets are created when the network layer adds layer 3 addresses بيبقى عندك packet بعد ما يضاف ال IP هات and control information to a segment which of the following describes the role of devices in a WAN ال WAN اول حاجة csu-dsu terminates a digital local loop a modem terminates an analog local loop a router is commonly considered a DTE device بنرجع بقى للشغل بتاعنا DTE والDCE طبعا الDTE بيبقى ناحية الروتر بتاعي والDCE بيبقى ناحية csu-dsu فعشان كده بيبقى هو determination digital local loop انما زمان في المودم كان بيبقى عندي او حتى المودم بتاع دلوقتي بتبادي analog local loop وده الفاري بقى بين digital والانالوج وكل واحد فيهم بيبقى في اخر اي واحدة بالظبط تكتب ايه فالlate collisions هاته اللي بيعرفني كان في دوبليكس مسماتش which feature can you implement to reserve bandwidth for voice calls across the call pass فطبعا ال RSDB الRSVP ده البروتوكول اللي انا هستخدمه عشان احفظ بين دوتس للفايب when an interface is configured with port fast bbdu guard how does the interface respond when it receives a bbdu بيقولك لو عملت bbdu guard على interface هتتصرف ازاي لو استقبلت بقى فعلا bbdu فقالك الport goes error disabled يعني بتقف الخالص what are three characteristics of the TCP protocol ايه ثلاثة حاجات خاصين بالTCP في transport layer the connection is established before data is transmitted connection طبعا لازم عشان كده هو تسمى connection oriented بيبقى فيه الاول connection it ensures that all data is transmitted and received by the remote device لازم يتأكد ان الداتة كلها بتوصل it uses separate sync and act messages to establish a connection في عندي sync واك اللي هي بيبقى بيضبط ال connection وبيبقى بيبقى ضامن ان الداتة فعلا بتوصل ولا لا which command can you enter to determine whether serial interface 0 على 2 على 0 has been configured using HDLC encapsulation تعملي عشان تتأكد هتقول له show interfaces serial 0 على 2 على 0 على فكرة فيه امر تاني لو هو show IP interface serial 0 على 2 على 0 ده بيوريه لك حالتها في ال network layer يعني بيوريك ال IP بتاعها مثلا انده ما انت عايز تشوف ان كانت شغال HDLC ولا لا فده layer 2 فعشان كده بتقول له show interfaces على طول which two statements about IPv4 multi cost traffic are true اي من دول عن الملتيكاست بتاع ال IPv4 is true it uses a minimum amount of network bandits بيستخدم اقل حاجة من الساعة بتاعتي it is the most efficient way to deliver data to multiple receivers لما يبقى عندي ناس كتير هبعط لهم ال data في نفس الوقت فدول بيبعطها لهم multi cost what are two benefits of private IPv4 IP addresses اي بقى الحاجات الخاصة بال IPv4 addresses عمتا they are less costly than public IP addresses اقل طبعا في التكلفة هما ببليش بالنسبة لل public IP addresses they can be assigned devices without internet connection بيدخلوني على الاجهزة بس من غير ما يدخلوني على الانترنت مش عارفة دي مش ميزة بس هي من الصفات what is the authoritative source for an address lookup ال DNS طبعا هو ده الخاص بالaddress lookup انه هو انت معك اسم وعايز ال IP الموازي للاسم ده to verify that a BGP connection to a remote device is established تعرف منين انه في اتنين روتر بقوا neighbors فبتقوله show IPBGP summary during which phase of triple P OE is triple P authentication performed لما امت بتبتدي يعمل triple P OE او triple P over Ethernet فده في session phase which three circumstances can cause a GRE tunnel to be in an up down state اللي يخلي الحالة بتاع GRE tunnel تبقى up down اول حاجة ان التونل الانترفيس نفسها is down a valid route to the destination address is missing destination اللي انا المفروض هتوصل بي مش عارف اوصله ك routing the tunnel address is routed through the tunnel itself التونل الادرس مرتبط بالتونل نفس ومش ببورت حقيقي which two statements about using leased lines for your WAN infrastructure is true امن دول عن الليست lines صح اول حاجة least lines with sufficient bandwidth can avoid latency between endpoints طبعا ما بقاش في عندي delay او تأخير least lines require little installation and maintenance expertise يعني هي مش محتاجة منك خبرة فاضية لان اللي يجرب ينفذها بجده يلاقيها سهلة جدا which two statements about wireless land controllers are true ايه من دول صح عن ال wireless land controllers they can simplify the management and deployment of wireless lands على فكرة الجزء ده موجود في الاول خالص خالص في يمكن ال chapter الاولاني او التاني في الجزء بتاع ال infrastructure لما كنا بنقول الاجزاء ال infrastructure الاجهزة اللي بتكون موجودة في الشبكة فهنا مش دراسة wireless على قد ما هو بس جزء بس اللي تقال ال wireless controllers they can manage mobility policies and هو ببساطة ال wireless control الدهر اللي بتحكم في كل ال wireless access points الموجودة في الشبكة which two statements about northbound and southbound apis are true فهنا هتلاقي بيقولك only northbound apis allow program control of the network only southbound api interfaces use a service abstraction layer بيقولي which statements about radius security is true فبيقولي it supports eb authentication ده البروتقول المستخدم مع radius for connecting to wireless networks اللي هو بسعدك انك يبقى في username و password لكل user if you are configuring syslog messages specifying logging trap warning which log messages will the router send فبيقولك لو انت كتبت كده يبقى عندك من zero الاربع بيقولي which command can you enter to configure an ipv6 floating static route عشان تعمل floating static في ipv6 هتلاقي الامر شبه جدا بتاع ipv4 ip route والip اللي انت رايح له وتقوم حاطط في الاخر admin distance تكون كبيرة عشان يبقى ده floating او backup route which two statements about ethernet standards are true ايه اللي من دول صح عن ال ethernet اول حاجة انها بتاخد 820 ضد 3 تاني حاجة هو الان ethernet network uses sysma cd it terminates transmission as soon as collision occurs اول ما يبقى فيه collision بيوقف الارسال بيقول which function does ipsla icmp echo operating perform operation perform to assist with troubleshooting استخدم الكلام ده في troubleshooting او اكتشاف الاخطاء ازاي ان انا هيعملي hop by hop response time بيقول what are types of ipv6 static routes عندي كم نوع من ال ipv6 static routes عندي recursive وعندي directly connected وعندي fully specified بيقول بيقول how to configure rip version 2 هعمل enable للنقط دول الحاجات اللي متاحة هنا بيقول what is the status of port channel if flag b is misconfigured هيبقى الحالة بتاعتي disabled بيقول what's true about dtb اللي من دول صح عن dtb طبعا هو layer 2 proprietary لانه تابع cisco وي enabled by default شغال اصلا لوحد how to create a trunk port and allow vlana هقولو switchport trunk encapsulation.1q switchport mode trunk دول الامرين اللي عملو لي trunk وبعدين switchport trunk allowed vlana 20 عشان vlana 20 تعدي what 8 bit field exists in ip packet for quality of service هو طبعا تtos or type of service field what feature uses a random time to resend a frame ايه من دول عشان resend فعندك السيزمة cd which mode is compatible with trunk access and desirable ports عندك dynamic auto ده بيشتغل زي اي واحد في دول ده معنى compatible بيقول if you configure syslog messages without specifying the logging trap level ما قلتش اصلا logging trap ايه المساجات اللي هتتعرض فيبقائي كله لهم من 0 ال6 which command can you execute to set the user inactivity timer to 10 seconds سيبقى exec timeout 0 to 10 which standard based first hop redundancy protocol is a cisco supported alternative to hotstand by router protocol ايمن دول standard الهوى الVRRP الهوى زي الHSRP two hosts are attached to a switch with the default configuration which statement about the configuration is true فبيقول لي the two hosts are in the same broadcast domain ما بيقول لي انا على default configuration انا معملش حاجة زياد if a router has three hosts connected in one port and two other hosts connected in another port how many broadcast domains are present طبعا اتنين ثلاثة في ناحية واثنين في ناحية يبقى كده انا عندي شبكتين what are three parts of an ipv6 global unicast address من دول صح عن ال global unicast address فبيقول لي an interface id that is used to identify the local host on the network a subnet id that is used to identify networks inside of the local enterprise side a global routing prefix that is used to identify the network portion يعني بيقول لي جزء network وجزء interface id وجزء subnet id اللي هو لو اسمنا ثلاثة اجزاء كده يبقى الاول global prefix وبعدين subnet id وبعدين ال interface id اللي هو ال user يعني بيقول لي and you have been asked to come up with a subnet mask that will allow all three web servers to be on the same network while providing the maximum number of subnets which network address and subnet mask meet this requirement طبعا هيبقى اللي هو ال .8 بالمسك 248 عشان يبقى عندي 3 web server ثلاثة ايبهت بيقول بيقول which provides on top of another spanning tree protocol طبعا ال MSTP ده بيشتغل مع ال STP الاساسي A network administrator needs to configure port security on switch which two statements are true هيبقى 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 هيستقبل الكلام بالطريقة دي كده يا جماعة احنا خلصنا يعني اكتفينا في الجزء ده كده بالحل الحد هنا ان شاء الله انا في الفيديو اللي جاي بإذن الله هاديكم اللبات العملي بقى علشان دي مهمة قوي وبتلغبط ناس كتير فبإذن الله في الفيديو اللي جاي هحل معكم اللبات العملي بتاعت امتحان اساسي ان ايه 20025 علشان بإذن الله تدخلوا وتنجحوا وتبقى البوضوع السهل بالنسبالكو لو حد عنده اي سؤال او اي استفسار يبسيبهولي في كومنت تحت الفيديو ياريت تعملوا شير كتير للفيديوهات وتعملوا سبسكرايب للشانل عشان ان شاء الله انا بكبر بيكو شكرا ليكو و جود لك